ماتش النهاردة ماتش النهاردة طبعا فريق زي ما أقول لحضراتكم فريق قاوي أحد أضلاع المربع ازدهبي فنياً مباراة قوية ومحطة مهمة جداً 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 للنادي الأهلي في المراحل الأخيرة بتاعت حسم الدول وإن شاء الله النادي الأهلي يحسن مع النهاردة ماتش غير زي ما قال يمكن فاروق فكرنا الماتش الأولاني لو تفتكروا حضراتكم كان النادي الأهلي أحرز أدف مبكر وتقريباً كان مسيطر أو شبه مسيطر على المباراة وكمان فيوتشر اترد منه لعيب ولكن حصل بعض يعني مش استهتار ولكن رعونا في بعض الأحيان عدم تركيز في بعض الأحيان وبنانا عليه كان النادي الأهلي يستقبل هدف تاني وهدف من فيوتشر وانتهت المباراة بالتعادل واحد واحد وكلنا لو تفتكروا حضراتكم في فترة دي زعيلنا قوي زعيلنا جداً إزاي؟ الكلام ده ما بيحصلش في النادي الأهلي فريق؟ لا فريق بيلعب كور فريق مش من نوعية الفرق اللي هي بتقفل الجيم قوي وتبقى أنت مخنوق كلاعيب مش تلاقي أي فرص لأنك أنت تلعب في الملعب ما تلاقيش مساحات الملعب متدايق؟ لا هي فرق بتلعب كورة عندها مفتيح لعبة كويسة عندها لعيبة كويسة تقدر تحسم الفرق عندها بعض الصغرات الدفاعية عندها برغم منهم إيه؟ على فكرة نادي فيوتشر أقوى تاني خط الدفاع بعد النادي الأهلي أنادي فيوتشر على 19 جول النادي الأهلي عليه سبعة أهداف أقوى تاني خط الدفاع بعد النادي الأهلي هو فيوتشر مش بيراميز زياد صاحب مركز الثاني بيراميز عليه عشرين جول فيوتشر عليه 19 جول فهو تاني أقوى خط الدفاع وبالرغم من كده عنده مشاكل دفاعية وخصوصا في القلب فنهاردة هنشوف ميستر كولر هيعمل إيه هل النهاردة زي ما بقى كل ماتش ميستر كولر بيلعبنا حيلعب تلاتة في نص الملعب حيلعب اتنين في نص الملعب أعتقد النهاردة هو مش عايز أقول مجبر ولكن السلية بيغيب حمد فاتحي بيغيب ممكن نلاقي التشكيل بتاع الماتش اللي فات ولكن إن شاء الله إن شاء الله يكون محطة النهاردة مهمة في محطات حسم النادي الأهلي لبطولة الدوري يعني احنا خلاص بنلامس الدرع إن شاء الله النهاردة بإذن الله نقرب منه أكتر الماتشين الجايين نحسمهم ويبقى الدرع يرجع مكانه الطبيعي لأن الدرع شكله زعلان هو بعيد عن مش شكله هو زعلان فعلا علشان بعيد عن النادي الأهلي